السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتي معكم اسماء من قناة اسماء للطبخ اسماء كويزين اليوم جيتكم بوصفة بزاف عزيزة على قلبي وصفة تربيت عليها وتعود انه معني ولا الجدة تاعي طيبها لي ودايمن قبل ما نطيبها نعيطلها ونعاود نتأكد الطريقة من عندها نتمنى يا ربي اذا ما اني راه تشوف هالا فيديو نتمنى اني نكون مغلطش في الوصفة اه كي مشتو انا هنايا بالنسبة لهاد شربة العدس ولا شربة على العدس راح نستعملوا العدس ونستعملوا هكذا هادي لوبيا احنا قولها لوبيا مسلمين ولا لوبيا تع العين ولا كل واحد وش يسميها اللي كنت شمقتها بليلة من قبل راح نحتاجو هكذا الى معجنات تحبو مقارون كو دي تحبو هكا سلع صفور حابة بصر كبيرة مقطعة حابة زرودية مقطعة بهذا الشكل شوية تاع كرافز حبيبة بطاطا صغيرة مقطعة بهذا الشكل احنا عندي يتوم وعندي حبة طماطيش بالنسبة للتوابل احنا دايما في العدس نديرو ملح في فلكحل في الفلعكري والحرور هادا يقولولو حرور نفسه هو عبارة عن خليط من التوابل اللي يعني جنرال منصبوه عند لزر جغوة ولا عند منطقة الجزاء العاصمة كما تقدروا تعودوه بالتابل اللي حبيته ولا اللي متعودين تستعملوه في العدس تاعكم انا كما قد كم حبيت نجيبلكم الوصفه تعماني انا هنا اخذت هديك حبه تعبصل قدرت شوية زيت الزيتون مع شوية الزيت النباتي على البالي حين تقولولي زيت الزيتون ماشي ملاح ما تقليش به كده لكن انا هديك الوصفه تعماني من بدلهاش قدرت شوية هادا كالبصل تقلى لي يعلي مدة دقيقة ولا زوج راح نضيف عليه باقي الخضار اللي هي حبة زرودية قدرت له حب شوية كرافز وحبة بطاطا نزين نقليهم هكذا مع بعضهم يعني انا صراحة ساعات نحب نشارك معكم وصفات لكن من بعد نتردد ونقول بالك ما راحش تعجبكم بالك ما حينش تقبلوها وكاين واحد الاخت خلت لي في تعليق قالت لي من فضلك اختي اسماء كل حاجة طيبها شاركيها معنا وانا اخذت قرار اني راح نشارك معكم كل الوصفات اللي راح نطيبها ان شاء الله تعجبكم واذا ما عجبتكمش يعني قولوا لي تعليق ونصحوني ووجهوني باش نحسن قناتي ونطوروا ان شاء الله مع بعض الى الاحسن بعد ما قليت ضفت هذيك اربع سنينات تاع التوم اللي كنت سكرفشتهم نقليهم غير شوية بركة التوم تعرفوا التوم تنحرق بالخف واذا انحرقت راح تعطي مرارة من بعد نضيف عليه شوية فلفل كحل نضيف عليه شوية بركة تاع فلفل عكري ونضيفوا عليه الحرور اللي قتلكم هذا واسموه حرور النفسة يعني ما بشو كفاش نفهمكم لكن اخوات خاصة اللي لزا جغوا على بالي انو يستعملوه هذا حرور نفسة نديروه في الطمينة نديروه في يعني في الطعام مرقات عقبايل نديروه في العدس نديروه في شتح الحم يعني في عندو بزاف طرق انكم تخدموه وانا صراحة امي هي اللي تخدمهولي وهي اللي ما زالها تعرف تخلط ولو ما زال تعرف هذا كل ميلانج وتحضر هنا في البيت من بعدها كي ما اشتو من الرقت لكن انا على بالي بلي كاين فلو مخشي تاع البيار كاين واحد يبيعو ويبيعو جاهز الاخوات اللي حبو يتحصلوا عليه يعني فلو مخشي تاع البيار بالجزاء العاصمة كاين واحد يبيعو جاهز وسبقوا جربناه صدقوني دوقوا رائع يعني اذا رحتوا عندو هو يبيع توابل على حرورتها يعني وينجا اكزاكتو ما ولاه ما على بالي لكن على بالي فلو ما شايت البيار واحد يبيع توابل كي ما قد لكم تحصلوا عليه من بعد ما ارمي الغليا اجريكا حبه طماطيش إذا ما عندكم هكا الطازجة تقدروا اعطيه شوية برك طماطيش تقريبها لكن طريقة هدي هي من بعد ما يغلالي غير شوية سوف نضيف عليه هذه العدس واللوبيا مسلمين كنت شمقتهم بلينة من قبل وبدلت لهم الماء واحد مرة ولا اثنين كما تعرفوا هذه اللوبيا عندها العين وعندها السرة كل واحد وشي قولت تلقي شوية كحولية كي تبدلوا لها الماء هذه الكحولية تروح في هذه الماء وطيب تاعكم ولا الشريبة تاعكم تجي اللون تاعها بيض من بعدنا هنا جوست ما غلطت لي غلقت عليها لكوكوت وخليتها طابت حتى حليتها شفت انو هاداك العدس تاعي طايب اللوبيا تاعي طايبة فهاد المرحلة كي ماشتوا انا ما ملحت ضفت غير شوية ملح برك مع البصل لانو كنت عارفوا هاد يعني لي لجومساك ما يحبوش الملح إذا ملحتوهم راح يعصاو ويجوكم شوية صعب في الطياب من بعد ضفت عليها شوية هاداك تعال سلعة صفور قولكم هنا ستعملوا المعجنة لي حبيته خليته غلام وطفت عليه من بعد ما طاب دخلو هكا برك انفليد ويلد وليف ولا شوية تعزيد الزيتون وكنصيحة الاخوات لي حبوا القديد تقدروا تضيفوه هنا شحيمة تاع القديد ولا طرف صغير تاع القديد لأرواح نتمنى يا ربي انو كنوا فيت بهاد الوصفة نتمنى انكم تدعوا الماني بطول العمر ورب ان شاء الله يخليها تاج فقراسنا وانا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونشوفكم معا قريب ان شاء الله سلام